جيرانا جيرانا يجيلنا بقى من الشارع اللي جنبينا اللعبه معنا هل كان في حد من زمالك انت الانتين بتوعك في الشارع كنت انت شايفه انه ممكن يبقى نجمي من النجوم الكبيرة اه كان عايم لا فيش في الشارع في المدرسة في المدرسة في المدرسة كان في حسام رفعة لعيب كان وسيم جدا كده عنيه خضرة بتاعه وكان وينجرايت في النادي الاهلي فكنا نبصوله في المدرسة ان ده ايه ده اسطورة اه كمان اه اه في كورة اليد كنا بنعمل بقى ايه كنا ثلاث مدرسة نموذجية النقراشي والارمان والمعادي اه فكنا بنعمل يوم رياضي ايه كان يجالنا مين بقى في اليوم الرياضي ده كشكول يلعبنا كل الالعاب لوحدك اه رحمة الله عليك كابتن طريق سليل ياه واسبة علي تنس طولة تنس هندبول طبعا كورة اه طبعا وقد اساسي وكابتن ميم ييجي ساعات عبد الحميد لا كانت مدرسة فلعبة كورة اليد دخلت تجريبيا في الثلاث مدارس دول في الاول اه في الاول فانا لعبت كورة اليد اه وبعدين وكملت يد وطنس طولة وفي الجامعة طب انت ميولك وانت صغير كنت ميولك ليهال انت لعبت كل الالعاب كلها اه انما ميولك ايهال كنت عاوز تطلع لعب كورة قدم ما تكونتش قدر اطلع لعب كورة قدم ليه ما كنتش قوي وسريع اه بس كنت اه هقول حريف عيب فكنت حب كورة في الزحمة لا انا كنت حريف اه يعني ايه في الملعب الزغيرة الستة ستة اه اللي هي الخماسي دي اه الشارع على قد الشارع على قد ملعب باندبول بطنس رصيف وجيلك وحب اخد الكورة في الزحمة لكوش داعوا دواني بس حرقص وادهالكو وكان ليهال همام الشريف اه طبعا ربينا ديله الصح للعب في ترساني بعد كده وكان معاي في كله الزراعة اه فما رحت الزراعة لا ما مش هنسبق الاحداث اه خلينا نخدها سير نصير اه يعني كنت حب الكورة انها تجيلي في الزحمة طيب ما فكرش بقى انك تبقى لعيب كورة وتركز على كورة الوحنان ما قدرش ما انا رحم الله امرئن عارف قدرناك اما اخش في مشهور جاري مع وعد اه اي حد يسبقني لكن وكورة في رجلي مع الطلاق طيب انت كنت تبقى مثلا بلاي ميكر في الفنص الملعب اه اه لازم السرعة وكلام يعني اجري اللي حوالي اعمل له مجوان طيب في المدرسة اصبحت الوقت بقى ليك كيان وشخصيتك بدأت تتكون في المدرسة ايه اللعبة اللي انت قلت بقى انا همارسها وهوصل فيها تنس الطاول تنس الطاولة اه كنت اخذتها من صغرك بقى اه من صغري كنت يعني من ابطال المنطقة اه وبعدها ما رحت كوليت زراعة لعبت تنس طاولة كان مين بقى بيلعب معايا من الذين غلابني لعب معايا مرتين غلابني وطوله مش هلعبك تاني تنس طاول واخش فكره كده اه عادل امام ربنا اديله الصح ما نتكلم على دوره معاك غلابني كزبك وطوله انت تيجي انت وانت بتمازل تغلابني يا كابتن عادل وهو في اعز نجميته اه فأطالي كان كان لعبك واسع اوي طيب انت لما بدأت في المدرسة تنس الطاولة انت حطيت في الاعتبار عندك وفكرك ان انت هتاخد تنس الطاولة دي وحتوصل فيها والله يا كابتن مصطفى ما خططت لشيء في حياتي خالص وكل الأمور جاءتني فقفشت فيها اي حاجة جيلك تمسك فيها اقفش فيها بحبها اه انا 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 دلوقتي خدت السنوية العامة نعم خلاص اه رحت رايح عزلنا بقى لاننا ما عزلنا من حدايا القبا كان جدي توفى اه اه وبعدين اه رحنا العجوزة جيه سكننا ورا النادي الاهلي انا عارف شارع النيج اه ففي النادي دور الرابع قلت ايه انا بعدي بقى عشان نلعب كورة يا اصحابي اللي في النادي الاهلي كان عمر توفيق برضو ربنا مسيب الخير اه كان بيلعب في اشبالي الاهلي معانا في المدرسة اه فكت اروح فيدخلو انت عارف في النادي الاهلي عارفت من اول يوم النظام المزعج بتاعه حاخش ازاي انت راح فين يا استاذ ممكنتش عاد وانت لا مش عاد اه هيجيلي عمر السناني طعلي تذكاره قال لي لا انت عا تجيلي مش عادرة تعرف وانا راكب فكت اروح في رعاية الشباب مركز الشباب الجزيرة اه وكت مكنش فيه كوبرة كان معدية بقرشي ساخ كده تعديك البر التاني اوه يعني عاوز اقولك يعني وفاة جدك ده اللي وصلك للنجومية عشان تبدأ لا اللي وصلني اه طبعا انا ما عزلك اه فروحتي بقى قلت لهم ايه طب انا عايز اعمل عضوية اه دخلت الامين بيشعير ويطربطنا بيسل رحمة الله علي رحمة الله علي يا امين بيعز اعمل عضوية قال لي يا ادن انت خلصت جامعة قلت له لس اه انا في كلة الزراعة قال لما تخلص لازم يبقى معك بكالوريوس تجيلي اول حاجة انا خدت البكالوريوس سنة 64 كنت تخش النادي الاهل ازاي قبل كده كده واحدة يديني معاد اخش بتاع بغلب يعني اه طبعا او ازا كانوا عاملين تمرين اخش اتفرك اه اه كان سنك كم سنة بقى لما في بداية النادي الاهل اه كان 21 سنة 21 سنة خلصت جامعة رحت رايح اه اه اتنين وعشرين سنة اتنين وعشرين سنة رحت الامين بيه قلت له امين بيه فانا خلص خلصت اه هدي البكالوريوس عملت العدود 25 جنيه سنة كم بقى عملت العبود 64 64 بقولك بعد ما خلصت بشهر جبت له الشهادة وروح معامل اول قبل ما تعين في وظيفة كنت عيده في النادي الاهل طيب وانت اه بعد ما نقلت من من الحي اللي انت كنت قاعد فيه قبل كده ورجعت هنا على عجوزة وبدأت تسهلك الامور وتخش النادي الاهلي مرة كده بتذكرة مرة مفيش مرة من فوق السور لا لا مفيش السور طيب وانت قالولك مين يودك النادي الاهلي وقالك انت خلص هتبقى موجود في النادي الاهلي انا محدش وداني خلص ولا ليه قريب جوب ولا غير امين بيه ما هم يعرفش انه قريبنا حتى غلما قلت له قال لي انت لقي بتاكافزات قال ليه احنا بنا بنا نكون ناسا خلص دي اتحللتلك بقى بقى تخش على حس لا لا مفيش الكلام ده بالنادي الاهلي اه طبعا وبعدين انا من نوع يعني هو انا حبيت الاهلي ليه لنظام نظام مؤسسة لكن انا هل انا كنت احلى في يوم الاياب ان انا عخش النادي الاهلي وحققوا الجنب صالح سليم وكلموا يبقى صاحبي ازاي هنجل الكلام ده طب انت لما دخلت النادي الاهلي واخترت خلاص تينس الطاولة انا ما اخترت اول مقابلة لي كانت في تينس الطاولة كمين مانا حقولك انا اه انا رحت بقى فلاقيت جلال عز ايوه ومجد عز وايناس الدرويش واحمد الدروش ومت حتى تب الفتوح دول فريق تينس الطاولة واتنين ناشئين احمد الدولاتلي ومحمد سعيد وتلت بنات اه اه في ناشئات ولاد الاستاذ عبدالقادر فاهم يا س Been اه ونادين وهلا وصارو فيه ماظم اه تلت بنات اجي فرق تنس الطاولة فكانوا نقعد نلعب وبعدين اتعرفت عليهم بقوا يلعبوا نروح عند متحط او او احمد درويش نلعب بستميشن وكانوا في هم مناسبين بقى التنس الطاولة دي اصرة طول عمران اه طبعا معروفة في النادي اه في صنة راتب متحطة بالفتوح متجاوز كانت اهلي وبطلة افريقيا اي ناس الدرويش يلعب خارقية اللي هي اخت احمد الدرويش اه وجلال عز اه راح خاطب مدام مونة الدرويش قريبتهم فعيلة فما يجوا طلعوا اسكندرية وعبوا بطول عادل انت وراك حاجة اه لا ما تيجي معانا اطلع معاه اه متحطة بالفتوح كان عنده في سنة السفن وكده شقة تسعة قوض ما شاء الله جناحين جناح ستات وجناح رجال بتقعد فيه اي ناس كابتن الفرقة مع البنات واحمد واحنا اه فقالوا لي انت بدأ بتروح وتيجي عشنا لعندنا تنس طاولة سكرتير ولا عندنا اه ملاعب لان كانوا هدوا الملاعب بتاعتهم وبانوا اه اه قوضي الليفس اه ما تبقى ما تيجي معانا ما تبقى سكرتير اللعبة كده وكده وكدت بتلعب في نفس الوقت مش بالعب في الفرقة اه هنقدر اي على فرقة دولوا دول ابتال افريقيا ما انا عارف عتاوله هه طبا لب خلاص انا ليهبل تاني بقى خلاص خلاصت الجامعة ودخلت النادي اه عنكر سلام انا عايز في الجامعة لكن في النادي الاهلي geen لا خلاص النادي الاهلي ليهيع طبع تاني بك خدوني بقيت خدوك محام خدوني بعد سنة كنت سكرتير تنسطى طولة في النادي النادي الاهلي النادي الان اخر 65 وستين. جات هم بقى لعينوك. هم طلبوا مني. وراك حاجة. انت ما احنا عايزين قدمت. قاله اوكي.